بسم الله الرحمن الرحيم في الأيام الأخيرة وهو موضوع الطفل رحمه الله عدنان ضحية هاتك العرض وجريمة القتل الباشي عام على الاختطاف وبسبتي مطلع شيئا ما بحسب التجربة المتواضعة في مجال القضايا مثل هذه القضايا يمكنني أن أقول أن المشكل اللي اطرحها النقاش بشدة يتعلق بالخصوص وبالتحديد في الشق المتعلق بالعقوبة معناتها العقوبة المتوقعة أو المفترضة أو المنصوص عليها في نصوص القانون وكذلك من جهة أخرى العقوبة المطلوبة من طرف أفراد المجتمع المدني وكذلك أصدقاء وعائلة عدنان رحمه الله هنا في نطرح مشكلة لأنه الرأي العام يتكلم على عقوبة الإعدام ومشي فقط عقوبة الإعدام وينادي بتنفيذ العقوبة في المقابل هناك من يدافع عن لا وخها الجريمة وكذا وكذا ولكن حق الحياة هو حق من حقوق الإنسان الأساسية وإلى آخره ومخصناش نستغلوها الجريمة هذه لترويج لعقوبة الإعدام للمغرب كان شارف على المناقشة الإلغائها وبدعوات ملحام من بعض الأصوات إذن هذا هو التقابل واحد يقول العقوبة المناسبة للجريمة الباشعة هي الإعدام وتنفيذ الإعدام واحد يقول لا الجريمة فعلا باشعة ولكن الإعدام رأوا يتناقضوا مع الحق في الحياة ومع حقوق الإنسان إذا كما طلبت مني سي حمزة باش نتطرق المسألة من ناحية القانونية ومن ناحية العملية أمام القضاء إذا بغينا نبدأه منهجيا مسألة تشديد وتخفيف العقاب رأى واردة في القانون واردة في قانون العقوبات والمشرع تقريبا أعطى بعض المعايير وأهمها بالنسبة للظروف المشددة لبعض الجرائم ظروف الجريمة وإجرام المتهم هذو العناصر الأساسية ظروف ديال الجريمة بعض الظروف تستدعي التشديد وإجرام المتهم واش المتهم في أول مرة أو تاني مرة حالة العودة الأخي في علاقة بنفس الموضوع لا يبدأ أن أقول لأنه دبعا نتكلمه مع الرأي العام ونحاول نتكلمه بوضوح وبصدق أقول أنه العقوبات إذا رجعنا القانون الجنائي رأى العقوبات ديال جراء التي يكون الأطفال ضحايا لها عقوبات مع كل احترامات لأي رأي مخالف عقوبات مخففة ومخففة جدا وبالنسبة لقضية عدنا رحمه الله لو كما كانش القتل ما هذا حتى شي واحد يقدر يقول لخص العقوبة تكون أعداء لأنه نوصل أخرى بالنسبة لباقي الجرائم احنا ما عارفينش ملف التحقيق وصري التحقيق ولكن ما يروجه في المواقع التواصل وفي الصحافة أنه الأمر يتعلق بجرائم الاختطاف وهذاك العرض والقتل إذن بالنسبة لقعوبة الأعدام هي جاية فقط لوجود جريمة القتل ما جاءت علاقة بالهذاك العرض ما جاءت علاقة بالاختطاف هنا أطرحوا سؤال إذن لو كان هالفاعل هذا اللي احنا بقنا معرفناش كي ينواح مشتابه فيه والله أعلم المآل ديال القضية ديال واشغ يكون هو فاعل الفاعل الحقيقي ولا القضاء التحقيقي يفتشف مساء الأخرى أقول الفاعل المهم الفاعل اللي اعتدى على الطفل عدنان رحمه الله تخيلوا له كما كانش القتل شين رقوبة دياله فارضا نقوله احنا الظرف مشدد نمشيه لما ندخله في التفاصيل ديال القوانين هذا شيء معروف ندير جوجل شارع من قتل يعطيك العقوبة حنمشي ونقوله الحد الأقصى عشرين عام هاي عشرين عام عدنان عنده اليوم اعتدى عليه اختاطفه هتك العرض دياله نقوله احنا القاضاء طال حد الأقصى هالجاني نفترضه عنده عشرين عام نفترضه مثلا عشرين واحد وعشرين خمس وعشرين عام غد يكمل العقوبة وربما ما يكملهاش كاملة نقوله احنا يسيد يكملها وخرج بعد عشرين عام عنده عمره واربعين عام هو ولد نفس الدينة ديال عدنان عدنان بعد عشرين عام غتولي عنده واحد ثلاثين عام غي يطلقى به في الشارع غي يطلقى به احدى دارة غي يطلقى به في الصوق كيفاش غي عيش عدنان كيفاش غي عيش ومن فترضوش نقوله لا اذك الجاني ربما اذا اخرج غدي والي يتصلح ترى اذك الجريمة ما تتمحاش كيفاش غيشوفه كيفاش غي يدواجه معاه كيفاش غي تقابل معاه هنا اطرحوا السؤال المشرع كيفاش لحد الأقصى عشرين عام ولا اتكلم عن خمسة وانتكلم عن حد الأقصى اذا قلت خمسة معنا تعدين عشر عام قبل ما يبلغ صن الرشد قبل ما يبلغ صن الرشد يخرج الجاني في حدود هاتك العرض يخرج الجاني ويطلقى معاه ويقدر يتخاصم معاه ويقول لي المالك ارى العقوبة دووسة شبغيتي عندي واش هذه عقوبة كافية اذا الخلال او الثغرة اللي موجودة هي ثغرة اولا بلا ما نتكلمه اجتماعية ودينية واخلاقية وترباوية والاخرية وتعليمية وكذا كذا حتى تشريعية لانه كما قلت لو كما كانش الجريمة ديال عدنان رحمه الله فيها القتل ما غادلش حتى واحد يقدر يقول الاعدان امر كذلك الى اشكال ديال الاعدان هناك اصوات مع كل احترامات لها لا الاعدان ضد الحياة ضد حقوق الانسان ولكن نتكلمه اولا بالمواثيق الدولية نبدأ بالمواثيق الدولية لان الناس اللي كداف على الغاء عقوبة الاعدام يبدأوا لنا من المواثيق الدولية وهي ليست امر مقدس لأي شخص نعم نحترمها ولكن ليست مقدسة المواثيق الدولية نلقا في المواثيق الدولية في حد ذاتها في المواثيق الدولية في حد ذاتها نلقا نصوص تبرر وتشرع الاعدام بدون حكم قضائي الاعدام بدون محاكمة باش نردوا عن الناس اللي كيقولوا شخصيا أنا احترم رأي مخالف لكن شخصيا عقود الاعدام ضروري تكون وضروري تبقى لأنه واقعيا نجيين بعض من نصبغش الاحداث واقعيا كيش جرائم هي تصدر حكم بالطبيعة ديالها وبالبشاعة ديالها تخلي الحكم يصدر بالاعدام وتنفيذ الاعدام أقول نرجع لمواثيق الدولية ها هو مثلا عندنا قرار الجمعية العامة لأمم التحدة 34 مئرخ في 17 كانون الأول ديسمبر 1979 كي يتكلم على مدومة سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وكي يعطيهم الحق عند إنفاذ القوانين باش يستعملوا السلاح لقتل مثلا جاني لقتل مجرم في حالة فرار في حالة تنبس في حالة مقاومة الطوال العمومية لقتل إرهابي في عين المكان بدون محاكمة بدون بحث بدون حتى شي حاجة تم في البلاسة يتير فيه قتله يلا فينا حقوق الإنسان وفينا الميواثيق الدولية هذا مثلاك دولي حتى هذا هذا قرار دولي حتى وقرار أممي مش قرار أممي قرار جمعية العامة من أمتحدة 3400 وقرار أممي وقرار أممي وقرار أممي يشرع ويبرر أن يستعمل حامل السلاح سلاحه للقضاء على المجرم إذا كان بغير يتقاوم نعم غزبالية لا هذا كش بشروط نعم بشروط ضرورة بشروط إذا كان ماشي بشروط مش واحد هام السلاحي بدأ يدور يقتفل بغضله طبعا بشروط عادي جدا تناسب الخطورة والأخير والأخير ولكن رأى حتى الأعدام وتنفيذ الأعدام بشروط مش هك هكي بسم الله شدوا المجرم اللي اعتدال عندنا رحمه الله هاجن عدمه لا رأى يدوز يدوز عند الشرطة ضربة القضائية سوى شرطة ولا ضرب يدوز عند السيد الوكيل العام الملك المختص بالقضية بالنيابة العامة بصفة عامة يدوز عن قضاء التحقيق عاد يدوز المحكامة وعاد يقدر المحكامة السعين بخبرة عاد المحكامة تصلوا حق أحكام تمهدية إذن حتى الأعدام مش يرام من لول شدوه أعدام باش نقولوا لا الأعدام لا هذا بالنسبة لي مسألة مناقشة الأعدام وحتى من دول المواظق الدولية كي ما قلت قبيلة كين شي جرائم هي تفرض نفسها والإنسان إذا بغي يناقش الأعدام مش يكون لم يكونش مخصوش يكون نقاش ديال الصالونات ديال قاعة احنا دارين ندوى في فندق سبعة نجوم ونجي نقول لا الأعدام بتحقق الإنسان أجي ناقش معي قدام الدار ديال ضاحية أجي ندر ندوى قدام دار عدنان رحيم الله وجي نقول لهم لا ما كونش الأعدام للفاعل مش للمش دابة الله حقق إنسان ما وثيق لوليا هذا كعرض عدنان رحمه الله خطط رحمه الله قتله رحمه الله شوه به دفنه حذى دارهم ما عرفناش عناش لا لا مش مش بحقق إنسان أعطيه عشرين عام ويخرج يقعد نان عنده عشرين عام أخر يقتله ويقول حقق إنسان حتى مناقشة النظرية ديال الصالونات ومناقشة الواقعية وخاصة كيف ينفرق إذا كان دائما الإنسان يحب تراثه وهو في بلاس ذاك الضحية أو أهل الضحية أو أصدقاء الضحية والأعدام لو كان كان عيب ما تنصش عليه التشريعات السماوية وكان كان في شي عيب ما تنصش عليه التشريعات السماوية قلت حتى الموضيق الدولية ناس صالي النظرية مناقشة ديال الرافعية مش ديال الواقعية ناكل احترامي للرأي المخالف لهذا الأمر النقطة الموالية جرائم هاتك العرب بمناسبة جريمة عندنا اللي يحمو الجريمة اللي كان ضحيتها عندنا اللي يحمو نتطرق إلى جرائم الاختصاب صفحام وهاتك العرب وصفتو هاتك العرب لقاصرين أطفال قاصرين سيكتب وأقول كما قلت قبلها الفصول ديال قانون جنائي عقوبات مخففة للولا التانية وسال اتبات تبقى صعيبة لأنه وخير قاوة ضحية ولكن وسال أدلة اتبات خاصة المشرعي يتدخل باش ينص على استعمال وسال اتبات أخرى البحث على وسال اتبات تكون مقنعة وقوية خاصة مع العين الاعتبار أنه ضحايا ديال هاتك العرب يكونوا صغار يقدر ما يعرفش يعبر على هذه المأساة ديال ويقدر ما يعرفش يعبر على وسال اتبات ليفيدوا بالمقابل بالمقابل في العمل اليومي للتقاضي فعلا هاتك العرب الاخير خاصة تشديد العقوبات ولكن بالمقابل وبالتوازي خاصة كذلك تنظيم هالجرائم هذه وتنظيم شروط قيامها أكثر كيفاش لأنه للأسف للأسف هناك أطراف تستغل مثل هذه الجرائم للانتقامات وتصفية الحسابات والأطراف هذه تقدر تكون أجنابية تقدر تكون داخل الأسرة الواحدة ومن خلال العمل اليومي اللي أنا شفت ملفات مثلا واحد عنده حساب مع واحد يجي يدخل ولده ضحية وقالهم ها اعتدال ولدي قاصر عنده عامين ولدي ما يهضر شان أنا ولكن القاضاء سيستعمل أدوات البحث والتحقيق والأخير قد يصل إلى الحقيقة قد لا يصل وقد يقول هذا الضحية المفترض المشاكي مصدق في أقواله على شجاة كنت بالذات على شجاة كابي كنت بالذات ويحكم عليه كذلك حتى داخل الأسر للأسر داخل الأسر كيشي قضايا شفتها وغاز قدامي داخل الأسر واحدة نزاع بين الزوجين يأما الزوج أو الزوجة يريد أن تقم الثاني يدخلوا أطفال ديالهم حق أنا كنت نعسى في اللي سمعت ولدي يبكي بنتي تبكي نصد نجري قيد الزوج ديال اللي عندها نزاع معه شاد ولدي يبع ديال بكيش إثباتات تقدر تقري الولد تقدر تخلع هذا لا يعني أنه هالشي هو السائد وهو الغالبية ولكن موجود ولو يكون بالنسبة قليلا خلصا نتصده لي باش نتصده لي باش نتصده هنا أمر إلى الحماية ديال الأطفال من هالجرائم الباشعة من بين الوسائل بالطبع كل متدخل عنده وسائل من جهته هو يطرحها مثلا العالم نفساني يقول كذا التربية النفسية العالم الاجتماعي يقول تربية جنسية في المدارس وهي كلها أمور صحيحة جدا وخاصة خاصة خاصة تربية جنسية العالم الاجتماعي يقول الحوار داخل الأسرة منحش نهضر مع ولدي ولا بنتي وخيكون قاصر في أمور جنسية من باب الحياة وليس قلة الحياة من باب الحياة وليس قلة الحياة ولدي عنده خمس سنين عنده عامين عارف أنه كان أمور جنسية مباحة وخطيرة ومضرة لأن إذا ما قلت هاش لي أنا سيطلق من هالغير هالغير هذي يقدر يكون حسن نية يوري هذي شي صحيح يقدر يكون نية مجرم إما هذا الطيق باش يكون ضحية من دي لها تكعر كذلك قلت هذي متدخرين مهمين ولكن على المستوى القانوني والقضائي لماذا لا يقع التفكير في كما يقع التفكير في إنشاء فضاءات خاصة داخل المحاكم وداخل مخافر ومراكز الضابط القضائية فضاءات خاصة للأطفال الضحايا سوى ضحايا عنف ولا ضحايا عنف جنسي ولا عنف لفظي ولا عنف جسدي كما فكرنا في فضاءات لماذا ما وصلش الوقت زعمها نفكره في محاكم خاصة خاصة بهالقضايا هذه ومراكز الضابطة قضائية خاصة بالقضايا هذه خاصة أين تتجلى الخصوصية مش في البناية بحد داتا لا تتجلى في موارد البشرية لأنه التعامل مع القضايا حساس جدا وشخصيا شخصيا أعطي مثال باش يكون عبرة وباش يكون حافظ التفكير في هذا الأمر أنا شحا من شكاية أم تجي تأكد لي أن ولدها تعرض لي هاتك العرض في مثلا مؤسسة معينة ولا في الشارع ولا ثم تعجز عن الإثبات ومن باب الخوف من باب خوف يقدم ضد بوشايا من باب خوف ينتاقم منها تتخلى على شكاية ديالها أعليش ما نفكر في فضاءات مش داخل محاكم فضاءات أخرى هي محاكم كذلك وكان مستقلة بموارد بشرية عند تكويف هذا المجال بإجراءات تحقيق وبحث خاصة جدا بأحكام خاصة بإجراءات متابعة خاصة هنا بيقوصير يستحذر واحد مثال رائع جدا وهذا مش برميل الورد ولكن ليكون مثال يحتدى به كانت عندي واحد قضية ديال طفل ضحية ديال جريمة جنسية وعجبتني التعليمات ديال نياب العام ديال محكم سناف جديد شخص الوقت العام مليك النواب ديال تعليمات أولا الكتابية والشفوية لأن الأم ديال ضحية كانت عاودت لها كيف اشتعان مع ولدها البوليس كيف شاء باش يطنت لولدها بتعليمات من نياب العام السيد وكيل العام مليك شخصيا يلي هم كيف تدخلو عندكم ما تدخلوش عادي سلام عليكم أنا أم فلانا عندي شكاية أعطان فكرة وهذا الشي أذكره بكل حماس وكلي تأثر هذا اللي يخص يكون هو الأصل قال يوغا تحطوه في الطرطور مجي على أخرى وهذا يخرج ضابط ولا ضابط زي مدني يلعب معا يصف قطعوا الطريق ويجري باش القطعوا الطريق ويصباق ويضخلوا الداخل يلقف هذا مكوون فيه التصاور الدرالي ودخلوا معا المساعدات الاشتماعية ودخلوا بطريقة مباشرة بلا يحس بذلك البشاعة دي الجريمة عنده صر دي وقائعها أذكر هذا المثال على عجل ليكون هو الأصل في الفضاءات دي المحاكمات دي المحاكمات دي المحاكمة دي المحاكمة دي المحاكمة دي المحاكمة كذلك لا بد من تدخل تشريعي قلت لأنه جراء من هاتك العرض العقوبات فيها فيها عتال عام عامين يقدر يغبط عتال لأقل وقل نعم كين عشرين عام ولكن حتى عشرين عام أعطيت مثال قبيلة الضحية عنده خمس سنين يكمل لأخر العقوبة دياله ويطلق معها شاب حالو حالو فكيف هل يدير إذن التفكير مش عقوبة عمورها مكانة انتقام والمحكمة تصدر العقوبة تصدرها والنص يفرض عليها تفريد العقاب شوف المجرم اول مرة تاني مرة ضحايا واحد جوج ولا عشرة ضحايا المحكمة تقوم بالعين دع سفارها شيكا وتصدر العقوبة ولكن باش تكون العقوبة عامين ولا ثلاثة الشيء ناقص كذلك باش من طولوص حسب اخ حمزة خصنا في حدود 15 دقيقة اقول انه في الاخر اقول انه الحل هو حل يكون تشاركي ما بين القانون والقضاء والفاعلين داخل القضاء معناة المحامين والأطر ديال المحاكم الأطر ديال الضغطة القضائية الشيء كله متداخل باش انتصده لي مثل هذي الجرائم الباشعة وباش ما تكونش تتكرر لأنه كما يقول مثل دار جي ميحس بالضربة اللي كتلقاها وغيرها بحلكة نفس الشيء الألم اللي يحصل عند الوالدين وعند الأسرة وعند أصحاب ذلك الضحية ألم شديد إذن لا مجال لإبعاد النقاش نحو النقاش النظري والصالوني والنقاش الفندوقي نتكلموا واقعيا نحطوا والدين مثلا عندنا رحم الله قدامنا ونهضروا العقوبة المناسفة هي أولا من اختصاص قضاء وكما قلت قبيلة القضاء ما يصدوش العقوبة حتى يشوف جوانب كلها على شو يقول لك الظاهر والباطن ديال الملف الحقاء كل يحط يديو عليها القضاء والشخص حتى الشخص المجرم كي يشوفو ويقدر ينتهد بخبرة ويشوف هذا كل المجرم مش ناهو وشو عنده الإرادة ولا ما عنده ولكن إذا كان طبعا المجرم عنده الإرادة دياله وفعل هذه الفعلة اختطاف هاتك عرض قتل وتشويه وبش يردمه ويردمه مش يدفنه الناس كي يقولوا دفنوه لا ما دفنوش ردمه كيف يفرق بين الدفن والردم هذا ردمه بحاشي حاشاكم واحد يردم شي حاجة للحفظ هذا ما الدفنوش الدفن يستطيع جنازة وغسل ولا خير ولا خير هذا ردمه البشعة هذه النص مشي أنا الرأيي أنا النص كيتكلم وإذا كان الزرح وضرب إذا قد يرغل إحداث الموت فإن الجهان ويعاقب الأعداء كذلك إذا كان الاختطاف في الحالات ومشار إليه 471 يعاقب الاختطاف بالإعداء إذا تبيعه موت القاصر هذا نص قانون صريح إعداء أنا ما نتكلمش عن الإعداء أنا نتكلم على تنفيذ الإعداء أنا نقول إذا ثبت على شخص ما نهضرش على إليه ده بيحقه معه كان هذا صباح عام الشخص اللي يثبت عليه بأدلة قاطعة والقضاء يصدر الأحكام دياله على الجزم والياقين خاصة نعرف شي هذا كي ينناس يقولون وإذا كان حكم غالب ترى حكم غالب واحد في المليون ما غاديش نقاون بنوا عليه كل مرة نعاودوه واحد في العشرات المليون حكم غالب رأي الحكم كي يدوز مراحل البحث والنياب العام والابتدائي والسيناف والآخير والنقد رأي والي نهائي مبرى ما يمكنش هذي القضاء اللي شاركوا في الميلف كلهم تقريبا العدد من مرحلة البحث النياب العام الابتدائي للسيناف للنقد عشرين قاضي ممكنش كلهم يغلطوا إذن باش منتكلموا آه وإذا حكم غالب لا هذا تبرير ضعيف جدا رأي الحكم يصدر على الجزم واليقين وإذا كان ثابت الجزم واليقين أنه الفاعل ارتكب الجرائم هذه فإن أقل ما ينفذ عليه هو الإعدام وتنفيذ الإعدام ونزيد نزيد مش إعدام وتنفيذ الإعدام لأن النص عنده الحق القاضي عنده حق يعطي عقوبات إضافية أخرى أقول مش فقط الأعدام وتنفيذ الإعدام أعدام وتنفيذ الإعدام عالنا لما لا يكون في التلفازة التلفازة لا الأعدام ديال المجرم ما نعذرش على لي مشدود مرة أكد المجرم إكس اللي ثابت أنه اعتداء على الطفر إيقغاق بالاختطاف وبالهدك العرض وبالقتل وبالتشويه وبالردم مش يدفن سيتم تنفيذ الحكم الصادر في حقي على الجزم أو لا يقيم بالأعدام يوم كذا كذا على الساعة كذا كذا وإن سيتم كما ندوزوا ماتش ديال كذا كذا دوزوا ماتش ديال كورت قدم ولا ديال باسكات ندوزوا الأعدام باش يكون العبرة أقوى اللي ندر بكريو كانت أنا نعرف صديق كعور لي أنه في مكناس كانوا يشدوا المجرم ومعرفش كيناشي موضون أخرى مهم في سنوات في فاريطة كانوا يشدوا المجرم متعمدين الضابط القضايا كيدوزوا قدام الدروبة وقاوي باش يكون عبرة نحنا كندوزوها عندنا التلفزة باش يكون عبرة إذن الكلام معلقوا عقوبة مناسبة النص وليحددها والضامير ديال الإنساني أي واحد تعود لي تقول لي واحد السيدرة تكرفس على المرأة عندها 80 عام اعتدى عليها جنسيا ومبعد شوه لها مثلا كرشة ولا شيء عظم معين ومبعد تفنها وردمها في الحفرة يقول لي كذا ما خصوش أعدام خصو أعدام حتى الموت يدعى كايشي كيباش طريق أفرا يعاود وعزموه مره يعاود وعزموه واذا لا علاقة له باش ما نكونوش للكين لكل واحد يتزايد على شي حاجة باش منكونوش نزايدو على الحقوقية ولا هذي هذا ما عنده علاقة بحقوق الإنسان حقوق الإنسان ما عنده علاقة باش نقول أنا واحد مجرم كما هك ونقول حقوق الإنسان هي معطاة الإنسان هذا الله أعلم وشوه عنده الشروط الإنسانية ولا لا اشتركوا في القناة